موسيقى 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 السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لكاين خاص ضيفنا اليوم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وهو أحد إيقونات الربيع العربي نستضيفه اليوم لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالربيع العربي وكذلك المآلات التي وصلت إليها المنطقة في البداية أهلا وسهلا مرحبا والتحياتي لكل المستمعين في اليوم الحبيب إذا ما بدأنا بكيف وجدت نفسك بعد الربيع العربي كأول رئيس يصل بشكل ديمقراطي ويغادر أيضا بطريقة ديمقراطية خارج ثنائية الدبابة والقبر هي كانت تجربة فريدة من نوعها لأنني كنت أكثر من ربع قرن معارض للاستبداد في تونس وفي الوطن العربي وبصراحة كانت الثورة نوعا من الهدية الملكية لم يكن أحد يتوقعها ولم أكن أتوقع نفسي أنني سأجد نفسي في موقع السلطة كانت تجربة في نفس الوقت رهيبة عجيبة مثمرة ومكنتني من معرفة الكثير من دوري بالسلطة لأنك لما تكون مثقف تنظر وأنت في برجك العاجي فأشياء كثيرة لا تفهمها لكن لما تكون داخل الآلة داخل المكنة أنا ذاك تفهم الكثير من الأشياء المغطاة على المثقف وبطبيعة حالة على المواطن العادي كانت تجربة بالنسبة لي ثارية لكن الأهم كانت تجربة ثارية بالنسبة للشعب التونسي لأن الشعب التونسي مر مباشرة من وضع شعب مقموع مهان يكذب عليه ليلا نهارا إلى ما أسميه شعب المواطنين كانت هبة حقيقية للأسف الشديد لم تدم طويلا لأن ثورة فشلت وأفشلت بين الضفرين فشلت وأفشلت لأسباب عدة لكن المهم هو أن الشعب اكتسب في هذه الفترة ثقة بنفسه وتجربة جديدة ومر إلى مرحلة متقدمة من مرحلة ما أسميه نضج الشعوب هل نستطيع أن نقول أن هناك دولة عميقة في التونس وكذلك في المنطقة العربية استطاعت أن تجهد الموجة الأولى من الربيع العربي؟ طبعا شوف هو الخطأ اللي يمكن ارتكبناه هو أنك تتصور أن الدكتاتورية هو شخص وبضعة العشرات من عائلته تتصور أنك عندما تنتهي يعني من الرأس وكذا فالقضية انتهت لكن بالنسبة لديكتاتورية كما دكتاتورية تونس التي استغرقت 23 سنة فالمسألة كانت أعقد من ذلك أولا هو استطاع أن يفرخ دكتاتور فاسد في كل مرافق الدولة من فوق إلى تحت بحيث الدولة العميقة كانت موجودة في كل أنا بس أعطيك مثل يعني احنا كان خصصنا جزء كبير من التنمية للمناطق الفقيرة أموال كانت موجودة مرصودة لكن الدولة العميقة كانت تتدبر أمرها بحيث لا تصرف إلى 10% أو 20% من الأموال والناس عطشة والناس جائعة والأموال الموجودة لكن الدولة العميقة تتصرف بكيفية أن لا يصل الماء إلى المناطق العطشة مثلا هي صورة كده وأيضا أنه باستثناء هذه الدولة العميقة يعني دكتاتور فاسد في أغلب مرافق الدولة هناك جزء من المجتمع المتقلات التي تعيشها من هذا احنا دايما نقول أن مجتمعنا التونسي في طبقة فقيرة في طبقة وسطة وفي طبقة برجوازية مؤلفة من جزئين البرجوازية العمل وبرجوازية الفساد برجوازية الفساد التي استغنت بالفساد عشرات الألاف ومئات الألاف هذه هي الحاضنة الاجتماعية التي ستواجهها الثورة احنا فكرنا قلنا هذه الحاضنة الاجتماعية التي غفلنا عن أهميتها ربما سنستطيع التعامل معها سلميا وديمقراطيا لكن للأسف الشديد كانت أخبث منها لأننا استطاعت أن توظف الإعلام وأن توظف الدولة العميقة لضرب الثورة لكن برغم كل شيء ما لها إلا مرحلة يعني الثورة وهذا هو الخطأ الذي ارتكبها يتصورون أنها موضة أو شيء سيمر الثورة هي مشروع انضاج شعب يعني زي طفل يمر من مرحلة إلى مرحلة أنت لا يمكن أن توقف طفل يصبح مراهق ثم يصبح شاب ثم يصبح كهل هذه تبيعة أيضا المجتمعات هي أيضا تتطور بهذه الكيفية يعني يمكن تحد في وقت من الأوقات من سرعة تطور نحو شعب المواطنين لكن لا يمكن أن تحد هذا طويلا وبالتالي مرحلة انتصار الثورة المضادة الآن هي مرحلة مؤقتة والشعب سيواصل نضجه إلى أن يصل من ننطلق من شعب الرعاية والهدف بتعنا هو شعب المواطنين نحن الآن في منتصف الطريق تم شيطانة الثورة في تونس وكذلك في بقايا الربيع العربي ربما كانت تونس حالة استثناء إلى حد ما أنها لم تنسق إلى عنف مثلما تم سياق دول أخرى كسوريا واليمن وليبيا من هو المستفيد من شيطانة هذه الثورات وإلى أي مدى بإمكان هذه الحالة أن تنتهي شوف يجب أن تحط هذه الثورات في إطار أوسع من قضية اليمن قضية تونس وقضية سوريا تضح في إطار المنظومة الشاملة التي هي منظومة النظام العربي الذي ورثناها من الاستقلال هذا النظام العربي لم يستطع لا أن يكون ديكتاتورية جيدة ولا ديمقراطية جيدة ديكتاتورية جيدة مثلا كنت ديكتاتورية الموجودة في سنغافورة أنه أنا أخذ منك كل الحقوق والحريات لكن في المقابل أعطيك تقدم اقتصادي واجتماعي هذا الذي وقع في كوريا في السبعينات في تايوان إلى آخر النظام العربي لم يستطع لا أن يكون ديكتاتورية جيدة ولا ديمقراطية بطبيعة حال جيدة هو لم يعطي لا الحريات ولا التقدم الاجتماعي هو فشل في التقدم الاجتماعي وفي الحريات إذن هذا النظام ألب عليه الشعوب التي ثارت لتأخذ حقها من التقدم الاقتصادي وحقها من الحريات هذا النظام المتمترس الآن بالأساس في نظامين اللي هو النظام السعودي والنظام الإماراتي خاف على نفسه من امتداد هذه الموجات فقرر ضرب الربيع العربي بكل الوسائل وضربه بكل الوسائل للأسف شديد كان عنده إمكانيات مالية رهيبة لم نكن نحن نملكها فضرب الربيع العربي في اليمن بالحرب الأهلية بسوريا بالحرب الأهلية ضرب في ليبي بالحرب الأهلية بتمويل وبتشجيع للانقلاب كذا وحتى في تونس رجوع الثورة المضادة لا يمكن أن يفهم دون المال الإماراتي والتأثير الإماراتي إذن نحن أمام الآن في معركة ما بين نظام عربي جديد يتشكل ونظام عربي قديم شاف اللي هو تهاوى في هذه البلدان وخايف أنه يتهاوى في بقية البلدان الأخرى التي لم تصلها الثورة هي معركة من أجل ميلاد نظام عربي جديد ينظر ببلاد شعوب عربية جديدة وأمة عربية جديدة هذا هو الرهان الذي نحن نصالع فيه الآن لكن الكلفة الإنسانية والباهظة التي دفعتها شعوب المنطقة مقايدة الحرية الأمن والسلام مقابل الحرية هذه الكلفة إلى متى سيد سمر دفعها هي الكلفة باهظة والكلفة هذه يتحمل مسؤوليتها هؤلاء الناس الذين قادوا الثورات المضادة هذا النظام العربي القديم هو الذي تسبب في الثورات دائما نقول لو كانت هناك إصلاحات لو وقعت إصلاحات في تونس في سوريا في اليمن الحرية التي كنا نطالب بها لما كنا في المعارضة لما وقعت الثورات إذن النظام القديم تحمل تكلفة الثورة لأن الثورة كانت عندها تكلفة وهو الذي يتحمل تكلفة تصفية الثورة بالثورة المضادة يعني هو هذا النظام الحقير البائس التاعس الفاشل هو الذي يتحمل كل هذه الماسب الآن الشعوب العربية كأن هذا النظام يضع خيار أمام الشعوب العربية لأما أن تبقوا تحت شعوب رعاية قطعان نتحكم فيكم ونعطيكم الحد الأدنى من الأمن ونعطيكم الحد الأدنى من الأشياء المادية ونترككم تعيشون كالبهائم في أماكنكم نعرفكم ونجز رؤوسكم عند الحج أو إذا تمردتم فهذا هو ما سيقع لكم نحن لن نتأخر أمام أي شيء لضربكم الشعوب العربية أمام هذا التحدي الهائل إما أن تواصل النضال من أجل حريتها وهو ما سيقع لأنه أنت تتحدث عن الثمن البهضة الذي دفعه اليمن طبعا وثمن البهضة للشعب السوري وطبعا وأنتم أعدر الناس بهذه الثمن البهضة لكن يا سيدي الكريم هل تعلم أن أوروبا يعني صار فيها حربين عالميتين وصلت الحرب العالمية الثانية إلى ستين مليون قتيل يعني هل تعلم أن الصين دفعت أكثر من عشرين وثلاثين مليون يعني في الحروب الأهلية وفي مجاعات لم تتوقف إذن كل الشعوب للأسف الشديد تدفع تمنباه ذا للحريت ونحن لن نخرج عن هذا القانون هل المطلوب أن تكون هذه التضحيات بهذا الحجم لماذا لا يستفيد العرب أو لماذا لا تستفيد الشعوب لماذا لا تستفيد الأنظمة من التجارب السابقة العنف لا يؤدي إلى عنف الدم لا يؤدي إلى دم هذه الحالة من استرخاص دماء الناس وأرواحهم هذا سؤال تلقيه على الحكام لا تلقيه عليه أنا قبلت بنتاج الانتخابات في تونس رغم كل الاحترازات حتى لا أكلف قطرة دم لأن دايما كنت أقول قطرة دم تونسي أغلى من الكرسي في قرطاش لكن هؤلاء الناس يفكرون بالعكس هؤلاء الناس يفكرون أنه شعار الأسد أو نحرق البلد هم حرقوا البلد وحافظوا على الأسد يعني سلم القيم عند هؤلاء الناس هو مصلحتنا أحنا كأشخاص ولو الشعب لأنهم أولا يعني عديمي الثقافة لا يقرؤون التاريخ مسكين وصحة تعبير لأنهم سجنوا أنفسهم في جملة من الجرائم ويخافون أنه إذا فقدوا السلطة قد يحاسبون يعني هذه الأدية الكبرى الأدية الكبرى للدكتاتور هو الدكتاتور سميه السجين والسجان يعني هو يرتكب بعض الجرائم في البداية ثم يخاف من تبعات هذه الجرائم فيرتكب جرائم أخرى إضافية وهكذا وتصبح كرة الثلج وفي وقم الأوقات يصبح يعرف أنه إذا فقد السلطة فقد الحياة أو فقد الحرية وبالتالي هم يستميتون هم الذين أوضعوا أنفسهم في هذه المأساة وبين قوسين نحن لما فهمنا هذه النفسية قلنا لنترك لهم منفذا عبر العدالة الانتقالية قلنا أحنا العدالة لن تكون انتقامية لتكون انتقالية لحتى يعني نعطي للشعب حقه في السلام يا سيدي احنا مستعدين نتنازل عن حقنا في العدالة بس نحفظ حق الشعوب في السلام لكن حتى هذه الفرص رفضوها رفضوا كل شيء والآن هم وضعوا أنفسهم في ورطة ووضعوا الشعوب في ورطة لكن مهما كانت التكاليف مهما كانت تكاليفة أن نمو الشعوب من شعب الرعاية إلى شعب الموطني هذه الثورات الربيع العربي وما حدث بعدها من قم وحالة استبداد غير مسبوقة في تاريخ المنطقة ألم تكشف زيف الدعاوة الغربية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالمواطنة بالعدالة بالحرية بالديمقراطية شوف أنا كانت عندك تجربة كرئيس دولة ثلاث سنوات التي كنت فيها على رأس الدولة التونسية أنه لآن عندي قناعة مطلقة لا تحكين على الارب خطر الغرب هو المجتمع المدني المجتمع المدني هذا متضامن معنا كل التضامن منذ البداية أنا أحكي لك على بعض الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة قناعة هيئة أنها لا تريد الديمقراطية في البلدان العربية خوفا من أمرين أن الصناديق تأتي بالإسلاميين للحكم وهذا ما صار وأنه تأتي بأنظمة قومية أو وطنية لا تمشي في قضية الاستسلام لإسرائيل الاستسلام للغرب إلى آخره إذن هم بحاجة إلى توابع يعني بالنسبة لهم ديكتاتورية تابعة أحسن من ديمقراطية غير تابعة هذا الخيار أخذ وهو خيار سراتيجي مما يجعلني أقول أنه خلافا لديمقراطة أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية التي وقعت مع الغرب بإعانة من الغرب نحن إذا بنينا ديمقراطية عربية فستكون ضد الغرب بين ظفرين كيفية ديمقراطية وأقصد الرئيس أخي محمد مرسي فرج الله كربه إذن بالنسبة لي تعاملوا مع محمد مرسي الذي خرج من رحمة ديمقراطية والذي لم يرتكب أي خطأ أو خطيئة ضد ديمقراطية بكيفية وتعاملوا مع السيسي المنقلب الدموي السفاح الذي قهر الشعب المصري يتعاملوا معه كأنه ابنهم المدلل هذا يعني رئيس في الموضوع جزء من سيطرة شركات السلاح الكبرى مصالح الغربية وبالتالي لابد من وجود الفوضى في المنطقة نلاحظ أنه خلال عشر سنوات أكثر من 1.6 مليار دولار حجم المبيعات الأسلحة للسعودية ومثلها للإمارات وغيرها هذا السلاح يعني هذه معادلة القيم الحرية والعدالة والديمقراطية تسقط أمام رغبة الشركات الكبرى المتحكمة بالتصدر عليهم طبعا هي قضية الآن وهي مأساة أنه صفقات السلاح خيالية بمبالغ خيالية كان بإمكانها أن تعمر اليمن وتعمر سوريا وتعمر وتبني مشاريع عملاقة ثقافية وحضرية لكن هؤلاء الناس اللي هم مجرد موظفين عند المكينة مهمتهم هي تدوير الأموال أموال البترول التي تدفعها الدول الغربية يجب أن تعودها إليهم عبر مصانع السلاح يعني هم أمارات السعودية ومش عارف اسمه وفي الإمارات الأخيري مهمتهم هي تدوير هذه الأموال الضخمة بحيث دائما وبدأ لا تخرج من جيور بعض الناس والثمن في هذا وهنا أنا أستغرب من كهؤلاء الناس كيف يمكن أن يعتبروا نفسهم يعني عرب ومسلمين عندما يرون كل هذه الأموال الباهظة تذهب لتدمير إخوتهم وأنا بالنسبة ليها يعني كمفكرة أو كطبيب نفسي أو كذا يعني شيء غريب يعني كيف لهؤلاء أن يتصرفوا بهذه الكيفية الأموال التي من المفروض أنها يعني تكون في خدمة الناس يعني تذهب لتدمير الناس يعني إذا اقتربنا قريبا حتى من الحالة السعودية نلاحظ أن الأموال التي أنفقت في ظل وجود أربع بالمئة من البطالة وجود فقراء وجود معاناة داخل المملكة العربية السعودية هذه يعني أليست هذه حوافز إضافية لتثوير الشعوب في تلك البلدان هو النظام العربي نظام العربي نفسه هو في كل مكان مبني على سيطرة الشخص والسيطرة العائلة والسيطرة القبيلة واعتبار السلطة غنيمة حرب هو الفرق ما بينه ما بين الشعوب المتقدمة وما بين الأنظمة التي ستحكم العرب في الخمسين سنة المقبلة هو التالي أنه بالنسبة لهذه الأنظمة المتخلفة السلطة غنيمة حرب يعني أنا قمت بانقلاب أو جدي قام بحرب وفك السلطة بالسيف وبالتالي نحن غمرنا بحياتنا ونعتبر أنه الآن هذه السلطة هي شيء نستنفع به نحن ونوزعه بيننا بقبائل كذلك هذا بين قوسين هذا ما وصفه ابن خلون هذا يعني التصور المتخلف للسلطة يختلف تماما عن التصور الموجود الآن في البلدان المتقدمة والذي سيكون تصور نحن والذي كانت تصور السلطة هي يعني وظيفة مجتمعية أنت في خدمة هذه الآلة لكي توزع أقصى قدر ممكن من الحريات لكي توزع أقصى قدر ممكن من التقدم الثقافي لكي توزع الأمور المادية إلى خير هذا ما فهم السلطة هم بالعكس هم بالنسبة لهم السلطة غنيمة حرب كنز نغتنمه نحن ثم نوزع فتاته على المساكين ويبقون هؤلاء المساكين يلهجون بحمدنا عقلية قرى وسطية لم تتغير معاهد من قلدون وهذا ما قامت من أجله الثورة في تونس وكذا وستقوم في كل مكان يعني أنا بالنسبة لي مسألة ثورة أو كذا في السعودية مسألة وقت عشر عشرين سنة لا أدري لكن لم يعد من الممكن أن تحكم اليوم الشعوب في القرن الواحد والعشرين بعقلية القرن الخامس عشر هذا ما لا يريدوا أن يفهمونه ما زالوا يتصورون قدرتهم على اعتبار السلطة غنيمة حرب يتقسمونها بين العائلات مختلفة دكتور لاحظنا خلال الفترة الماضية يعني هروبا من استحقاقات الديمقراطية والحرية وحتى العدالة هناك الذهاب أو هرولة باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو ما لا يمكن فهمه في الوقت الحالي كيف يتحول الإخوة إلى أعداء ويتحول العدو إلى الصديق لا شوف هذا مرة أخرى أرجع إلى تركيبة النظام الاستبدادي العربي هو نظام مبني كما قلت لك على فكرة السلطة غنيمة حرب وبالتالي هو يعرف أنه ليس له شرعية شرعية حقيقية يعني شرعية انتخابية أو شرعية اقتصادية نجاحه في الاقتصاد إلى خيره إذن هو من أين سيأتي بالحماية إن لم يكن من الحامل الأكبر الذي هو الوئة المتحدة الأمريكية كل الناس تعلم أنك إذا أردت أن تكون محمي من الوئة المتحدة الأمريكية إذن أن تمر عبر إسرائيل يعني إسرائيل هي تقريبا الشرط الأساسي القضية في الواقع ليست التطبيع مع إسرائيل بقدر ما هي التطبيع مع الحامل الأمريكي الذي سيرى في قبولك لإسرائيل شرط من شروط التطبيع معك وبالتالي شرط من شروط الحماية الأمريكية هي أن تكون في صلح مع إسرائيل هذا هو الشرط المطروح وهو الشرط الذي احنا في تونس رفضناه دوما رفضنا دائما للتطبيع احنا لا نخلط بين علاقاتنا مع نريد علاقات ودية مع الدولة الديمقراطية عظمى مع الدول الديمقراطية لكن هذا الشرط الذي يوضع أنه احنا لن نقبل ولا نتعامل معكم إلا إذا كانتم مع التطبيع مع إسرائيل قلنا أبدا لن نتطبع مع إسرائيل وفي حتى ناس أرادت أن تضع التطبيع عدم منع التطبيع في الدستور التونسي إذن نحن لكن نحن ليش نواخدين هذا الموقف لأنه نحن نواخدين شرعيتنا من شعبنا لسنا خايفين من شعب هؤلاء الحكام خايفين من شعوبهم وليست عندهم شرعية يطالبون بالحماية الحماية الأمريكية لابد أن تمر مع إسرائيل وهذا هو السبب أليس هذا جزء من الكذب على الشعوب الذي استمر لأكثر من نصف قرن حول العدوى السهوني ومن ثم ذهب الجميع إلى الحضيرة طبعا طبعا لأنه يعني للأسف الشديد الاستبداد لترويض الشعوب استعمل الكثير من الحجاج ومن جملتها استعمال هذه قصة إسرائيل أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وتعالوا كلكم حولي لأني أنا الذي أحميكم من إسرائيل بينما في الواقع المفاوضات من وراء ظهر الشعوب مع إسرائيل لم تتوقف أبدا منذ الستينات والسبعينات يعني سنتطرق لهذا الموضوع ومواضع أخرى لكن بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحوار مع المفكر والرئيس التونسي السابق المنصف مرزوقي كونوا معنا اشتركوا في القناة وزادوا يقصحا وقلوا ينحون وقلوا في الله منعلا بحر لا رواتب ولا سياد شوكم عمرين زلارو زلادين سنو تعز ما زالت تحتاج تعز ما زالت تحت القاف تعز ما زالت تحت القصار المرضى يزدادون القرحة يزدادون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم الجديد نعود لاستكمال الحوار مع ضيفي الدكتور المنصف المرزوقي دكتور كنا تحدثنا عن التطبيع وعن العدو الاسرائيلي وعن المفاوضة كشفت ربما زيارة بنية من ناتنياهو لسلطانة عمان ومن ثم التصريحات أو الدفاع بنية من ناتنياهو عن النظام السعودي وأنه نظام صديق ربما عن صفقات تحت الطاولة كثيرة هذه الصفقات كيف يمكن أن يثق العالم الاسلامي في قيادة السعودية لهذه المنطقة وأيضا احترامه لمقدسات الإسلامية التي يفترض أنه حامية من يثق الآن في النظام السعودي؟ لا أحد يثق في النظام السعودي بالعكس يعني الآن بعد الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب اليمني وهي جرائم لا تقتفر أنك تستعمل طيرانك لضرب مواكب العزاء لضرب الأعراس لضرب الأطفال لضرب كذا ثم بعد تأتي وتتحدث عن عصيفة الحزم وتحرير وشرعية إضافة إلى أنه بالنسبة لي الرئيس هادي هو سجين سياسي يعني بعد كل هذه المآسي التجويع والحرب وإغلاق المنافذ مع الشريك الآخر الذي هو أخطر ربما حتى من السعودين الذي هو الشريك الإماراتي يعني لا أحد يصدق لا يوجد شخص واحد يصدق يعني أنت اليوم الآن أمام نظام منزوع السلاح إعلاميا وأخلاقيا وسياسيا لم يعود له أي مصدقية تمام خاصة إذا تواصل الوضع في قضية الشيط خشقجي إذن لا أحد يصدق وأنا أعتقد أن السعودين أنفسهم الأغلبية الساحقة لم يعود يصدق هذا وهذه مأساة كبرى لأنه هؤلاء الناس عندما يفقدون كل مصدقية بتصرفاتهم ماذا يبقى لهم إما التخلي وهو أمر غير لا أتصوره وإما الهروب إلى الأمام في مزيد من العنف ومزيد من الكذا وهو ما يجعلنا أمام كائنات خطيرة بلغة الخطورة إذا ما انتقلنا إلى الوضع الليمني المأساة الليمنية الأزمة الصامتة أو الأزمة المنسية كما تسميها الكثير من التقارير لماذا لم تحظى بالاهتمام العالمي كما يجب كأزمة لماذا يتم التعامل مع الأزمة اليمنية كأزمة هامشية للمملكة العربية السعودية والإمارات بالضبط وهذا أعتقد جريمة كبرى في حق الشعب اليمني الذي أولا يعني الناس لا تفهم أن هذا الشعب لما قام بثورته في إطار الثورات الربيع العربي كان بإمكانه أن يدخل في حرب أهلية مباشرة لأنه أنت تعرف أحسن مني أنه النظام القبلي وانتشار السلاح إلى خيره كنا خايفين نحن لما كنا في البداية كنا الله يستر يعني لا تصير فيه وبالعكس إحنا يعني بهتنا وأعجبنا بالطريقة التي أخذته هذه الثورة ناس مسلحين مع هذا يرفضون العنف ويجلسون معهم لحوار طال ويعني كان حقيقة شيء جميل جدا وخاصة أنه هذا الشيء الجميل توجه بجائزة نوبل اليمنية توقي الكرمة يعني كانت اليمن بتعطي مثال حي في قدرة الشعوب على التغلب على شياطينها صح التعذير يعني الشعب اليمني تغلب على الشياطين العنف تغلب على الشياطين الفرقة القبلية تغلب على كل الشياطين ليمر بسرعة إلى شعب المواطنين هذا كان بالنسبة لي مصدر عجب وأعتقد أنه وحشية النظام السعودي في محاولة الضربة هي هذا الشيء هي هذا المثل النموذج الذي كان مرفوضا أن يعطى لبقية المنطقة لأنه لو يعني سمحوا لهذا الشعب أن ينتقل إلى شعب مواطنين وأن يضع سلاحه على جانبا وأن يتطور بصفة سلمية نحو الديمقراطية هذا كان سيكون له أثر مدمر على بطيب لكن مدمر على كامل المنطقة وهذا لم يكن مسموحا به إذن ضرب الربيع العربي وللأسف الشديد جاءت المأساة اليمنية وراء مأساة الشعب السوري التي كانت أيضا مأساة ضخمة استحوذت على كذا ثم أنا أعتقد أنه مرة أخرى الإعلام أحيانا هو الذي يصنع الأحداث أنا ما أعيبه على الإعلام العربي مثلا بين الضفرين في قضية الشهيد خشقجي أنها كان مفروض أن تتعامل أيضا مع المأساة اليمنية بنفس الكيفية أن يمسك الإعلام بتلابيب المجرمين وأن يكون هناك تقرير على كل جريمة تقرير على كل جائع تقرير على كل جائعة أنا ذاك كان الضغط يكون كبيرا على كل حال رحم الله الشهداء وخاصة الشهداء المأساة التي عمرنا كنا نتصور فيه أنا عشت فترة كنا نرى المجاعة في أثيوبيا ولم يكن يخطر ببال أحد أن المجاعة ستصل للعالم العربي ناس جاعت في سوريا ناس جاعت في تجوع الآن في غزة ناس جاعت في اليمن وهذا كل جرائم هؤلاء الناس هؤلاء الأغبياء الخطيرين لأنه كيف يمكن لأمة تسبح على ثروة من النفط ومن البترول وأهلها يعني يصرفون الأموال كذا أن يسمح بأن يجوع غزاوي أو أن يجوع تعزي تعزيزي 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 مش عارف كما التعزيز أو أن يجوع واحد من الغوطة يعني هذه جريمة في حق الأمة وهؤلاء الناس سيحملون هذه الجرائم وصمة عارف جبيههم إلى أبد الأبدين لم تفلح لا أموالهم ولا دعاياتهم في غسل هذه الوصمة لأن جوع العرب الآن هو وصمة في جبينهم هؤلاء الناس هم الذين تسببوا في هذه المجاعات دكتور طيب لا يمكن الحديث عن الأزمة اليمانية بمعزل عن أيضا التدخل الإيراني في اليمن ودعمه لمليشيات المسلحة طبعا لكن كيف سمح بالتسلل الإيراني إلى العمق العربي إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن إلى غيرها من المناطق شوف أنا بالنسبة لي نحن نحمل ضرب الربيع العربي بالأساس للمنظومة التي بقيت ثم نحملها بالأساس إلى الإمارات والسعودية يكون هناك طرف ثالث الذي هو طرف الإيراني طرف الإيراني دمر الربيع العربي في سوريا ودمره في اليمن بآليتين مختلفتين لماذا؟ لأنه هو النظام الإيراني نفسه كان يخشى من الربيع العربي الربيع العربي شو هو الربيع العربي؟ الربيع العربي هو شعوب يعني تتخلص من ربقة الاستبداد سواء كان استبداد إيديولوجي سواء كان ديني أو علماني أو كذا يعني تنهب بأنفسها وتصبح سيدة القرى بالتالي الربيع العربي كان خطر أيضا على إيران ولهذا ضربت إيران الربيع العربي بآليتين مختلفتين وأنا أحمل مسؤولية ما يقع في اليمن أيضا للطرف الإيراني لا يمكن أن نضعه فقط على طرف السعودي أو الإماراتي وهذه مصيبة أو لاحظ هذه الشعوب أنها وجدت نفسها في تقاطع مصالح بين أعداء لأن فاخر المطاف السعودية وإيران هما أعداء في إطار آخر تسابق على سيطرة على المنطقة لكن مصالحهم تضافرت في قضية ضرب الربيع العربي أي نهضة الشعوب لكي تستعيد حريتها واستقلالها وتفرض نفسها على الأنظمة وتصبح هي التي تملك أنظمة وليست مملوكة لأنظمة في هذا تقابل النظام الملالي والنظام السعودي في نفس المصدح في اليمن ربما كرر قاطع وعضة الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي تم بتمويل سعودي إماراتي ومن ثم دعم إيراني وبالتالي كيف تفهم تلاقي هذه المصالح ضد مصلحة اليمنين وكيف يمكن أن نفكر أو أن نجد أناس النخبة اليمنية تقبل نفسها بالارتهان لهذه القوى سواء الخليجية أو الإيرانية أو غيرها من القوى أنا قلت لك تلاقي المصالح هو ضرب الربيع العربي باعتباره أنه حامل لموجة بناء الثورات الديمقراطية السلمية وفي هذا المطاف لا يختلف مصلحة النظام الإيراني والسعودي لا تختلف الآن أنه هناك نخب استفت لهذا أو ذلك فهذا شيء معروف دائما في بناء الحروب دائما تجد مرتزقة يرتزقون من هذا أو يرتزق من ذلك لكن أنا عندي قناعة أنه القوى الحقيقية الكامنة في الشباب اليمني وكذا ترفض هذا الوضع وهي التي حامل قوى المستقبل التي ستواصل المعرك وستنتصر فيها إن شاء الله فيما يتعلق بالمستقبل يعني هناك دعاوة للتصالح وإنهاء الحرب في اليمن هل هي دعاوة منطقية في الوقت الذي ما زال فيه الميليشيا الطرف اللي كان بالانقلاب يستقوي بالسلاح ويرفض الأطرف أيضا بأي مشروعية غير مشروع ولا يتلفقيه ويعني فرض خياره بقوات السلاح شوف هو أنت يجب أن تضع أمامك ما هو الهدف الذي يجب أن تصل إليه أنت تريد أن تصل إلى يعني شعب يستعيد سياداته يتحرر من الغزات الأجانب وأننا نعتبرهم غزات الإماراتيين والسعوديين والإيرانيين نعتبرهم غزات القضية أيضا قضية استقلال الوطني يعني تريد تحقيق الاستقلال الوطني تريد السلام تريد بناء دولة ديمقراطية قوية إلى خير هذا يتطلب الحد الأدنى من المصالحة بين اليمنين على الأقل بين جزء من اليمنين اليمنين القادرين على الالتقاء حول هذه الأداف ما عندك شخيار آخر غير أنك تجند كل قواك لوصول هذه الأداف لكن إذا كانت لا كانت لك هذه الأداف إذا كان مثلا الهدف متاعك هو أنه الانتصار بقوة السلاح لطرف يعني آخر فهذا معناها الحرب الأبدية لأنه أنت تعرف أنت يمني وأهل مكة أدرى بشعابها لكن أنا ما عرفه من التاريخ أنه لا أحد أستطاع أن يفرض سيطرته على اليمنين بقوة السلاح أنا أعرف أنه الأتراك تكسرت أسنانهم مصريين السعودين والبريطانيين كل هؤلاء ناس تكسرت أسنانهم على اليمن لطبيعة اليمن ولطبيعة اليمن لطبيعة الجغرافية وبالتالي أنا اليوم نفسي لا أرى قدرة أي طرف عسكري على أن يحسم عسكريا إذن لا بد من الذهاب إلى المصالحة الوطنية كيف مع من هذه أنتم تقدروها أنا لا أعرف تفاصيل الجغرافية السياسية اليمنية بالتدقيق أنا عندي ثقة في أختي توكل كرمانة التي يعني بادرت بجملة من المقترحات والأفكار وأنا أدعمها لأن هي أولا أعرف مني بالخارطة وأعرف مني بكل الحساسيات والتفاصيل وكذا لكن المهم هو أنه يعني وقف هذه المأساة والمعاناة طرف ضغط يعني إعلامي ضغط على الدول الغربية الآن السعودية في ورطة كبرى خاصة بعد قضية الخشق ممكن أنها تتراجع ولو أنني أسمع أنه يريدون السيطرة بسرعة على الحديدة وأنه في إطار تسريع لأنوا عارفين أنه المفاوضات ستأتي وأنه كل واحد يريد أن يمسك لكن المهم هو ضغط سياسي ضغط إعلامي لإيقاف الحرب ومن بعد أنتم تأخذوا يعني مسؤولياتكم لإخراج هذا الشعب الذي ضحى أكثر مما يجب بإخراجه من هذا الكبوس في اليمن هي الأزمة مركبة هناك حرب خارجية وهناك حرب داخلية يعني قد يتوقف الحرب التي تفرض السعودية والإمارات هي مسألة وقت وستطيع العالم إيقافها لكن كيف يمكن إجبار الميليشيا التي تعتقد أنها تمتلك الحق الإلهي وأنها من نسل أفضل من بقية اليمنين أن توافق على العودة للمفاوضات أو تترك السلاح وتتحلى بروحيات بتقبل أنها تنطبق عليها شروط المواطنة وليس شروط السيادة شروط الأفضلية شروط الدماء الزرقة شوفوا شوزة من الميليشيات أنا أعتبر أنه مرتزقة وبالتالي إن شاء الله عندما تقوم المفاوضات مع أطراف الخارجية هو ليس فقط أن تنسحبوا وأنما تكفوا دعم عن مرتزقتكم أو أن تسحبهم معكم وأن تأخذهم هذا الجزء الجزء الثاني إن شاء الله يعود الجيش اليمني وهو الوحد هو الذي يجب أن يخول بأن يحمل السلاح وإذا تطلب الأمر لفترة معينة لفرض القانون بالقوة فليكن لأنه ليس دولة لم تفرض المهم هو مثل ما قلت لك أنه يعني لا يغركم ولا يغرنا انسحاب القوات الخارجية لأنه ينسحب ويترك لك المرتزق أنت حيث عملية السلام يجب أن تكون وافية أنه إحنا فاهمين لعبتكم اخرجوا وأخرجوا معكم مرتزقتكم أو أنزعوا عنهم السلاح الوحيد الذي عنده الحق في السلاح هو الجيش اليمني والدولة اليمنية تعود لها الشرعية ثم يعادوا للبناء إن شاء الله في أقرب الأوقات فيما يتعلق بلا سلام قبل مصالحة ولا مصالحة قبل عدالة انتقالية هناك من يطرع هي مجموعة من الشروط أو الخطوات المتسلسلة لا بد من تقديم جميع الجنة الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق اليمنيين سواء في الداخل اليمني أو في الخارج للمحاكمة هل بإمكان أن نسمع أو نجد في فترة قريبة هؤلاء قد تم محاكمتهم وتم أيضا تعويض الضحايا شوف أنا من من الذي دافعت في تونس بكل سرار على العدالة الانتقالية وقلت أن شرط من شروط كذا كذا ما عندك شخيار يعني إما أنك يعني الحياة صعبة يتفضل هيك يتفضل كذا وفي كل الأحيان فيه ربح وفيه خسارة يعني لو مشيت في العدالة الانتقامية صحة تعبير ولا عدل كذا فهذا معناه أوكي يعني أنت ستستطيع أن تحقق جزء من المكاسب التي لها علاقة بالعدالة لكن ربما ستذهب إلى الحرب الأبدية والعكس بالعكس أنك عندما تفضل السلام الحق في السلام معناه أنك ستتخلى نسبيا عن يعني عن معاقبة جملة من المجرمين وتتباحهم العدالة الانتقالية تعطيك حل الحل هو الإدانة الإدانة يعني أنك أدينك كمجرم حرب وأقول لك أنك كمجرم حرب لكن لن أضعك في السجن ولن أتتبعك وكذا كذا هذا ما نسعى إليه نحن في تونس يعني عندما يأتي الذي ارتكب التعذيب وكذا المحكمة تدينه تدينه معنويا وكذا لكن نحن مش نضيف شخص آخر في السجن السجن مليان دكتور في تونس الحالة تختلف عن ليمن الليمن هناك أكثر من خمسين ألف نعرف هناك ملايين ملايين الألغام ملايين القرى التي جرفت ودمرت والتهجير القصري وإلى آخره هذه يعني هناك من يرى أنه لابد أولا أن تقرأ الأطراف بارتكابها للجرائم بالضبط هذا ضروري هو ضروري شوف الإقرار والإدانة المعنوية ثم بعد المصالحة الوطنية لكن إذا شوف أنا بدوي وأعرف عادة الثأر نحن عمنا بدوي الثأر على ثلاثة أجيال يعني لو دخلنا في عملية الثأر اليمن لن تخرج من الحرب الأهلية لثلاثة أجيال لابد أن نضحي بشيء صعب جدا لأنه فعلا هؤلاء الناس الذين ارتكبوا الجرائم يدانون أخلاقيا ويدانون قضائيا لكن خلينا نبني على المصالحة الوطنية أعرف أنه شيء مؤلم وموجع لكن هذه هي الحياة دكتور دهمنا الوقت بارك كنت سعيد جدا باللقاء معك وكنت أتمنى أن يكون لديناه في صحة أكبر من الوقت إن شاء الله شكرا وتحياتي إلى أهلنا في اليمن دائما أنا أقول للأختي توكل أمنيتي هو أزور اليمن نمشي لشوارع تعز وأنا أتأمل تلك الأشجار العجيبة في سقطرة أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا نشكر ضيفي الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي كونوا معنا في حلقة جديدة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر